السلام عليكم. اليوم حبيتنا نتكلم عن العلاقات الموجودة بين جزائر ومملكتها المروك. خاصة بعد تفاقم تصريحات المخزن حول ما يسمونه بحشود عسكرية على الحدود الغربية وتكالب القنوات الالكترونية اليوتيوب والقنوات الاخرى على التواصل الاجتماعي على الجزائر والتهكم يعني كان حملة منظمة مهيكلة بجيش من من الدباب متجهة نحو الجزائر وهذه نعرفها يعني تدخل في السياق متاع السياسة على المخزن منذ القدم منذ ان وجدت هذه المملكة ومنذ ان وجدت الجزائر هناك حملة عدائية توسعية للمخزن في اتجاه الشرق نحو الجزائر ونحو الجنوب ونحو موريطانيا عندها سياسة توسعية تفكرنا في سياسة توسعية انتع الاسرائيل توجه الاراضي المحتلة توجه لبنان في توجه سوريا في توجه في كل اتجاهات يعني في توجه الاردن كذلك يعني في كل اتجاهات سياسة توسعية حدود غير مقبولة من طرف اسرائيل تريد دائما مزيد من الاراضي تضم المزيد من الاراضي ونفس الشي نلاحظه في السياسة الخارجية انتع المروك يطالبوا بالحدود مع الجزائر مع موريطانيا مع الصحة الغربية في كل اتجاهات ومخليين الارضهم محتلة من طرف اه اسبانيا وفي اطار هذا الحرب المعلنة الغير معلنة انتع المخزن ضد الجزائر في الاول في الثمانينات انا نشفى مريح في الثمانينات كانت الوسائل هي المخديرات كانوا يبعتون المخديرات للجزائر بالاطنان كانت هذك هي السلاح انتحم سلاح المستعمل للتحم وهو كانت المخديرات لمدة تقريب نقدر نقول لك عشرين سنة يعني في الثمانينات وتسعينات يعني كانت الشاحينات من الاول كانت تدخل بالحمار على ظهر الحمير يدخلوا المخديرات للجزائر وبعدين ولو يدخلوا بالشاحينات السيارات بالشاحينات يعني ولت ولهجمة منظمة من طرف المخزن يعني كانوا كانوا الجنرالات انتع الجيش المغربي الصينة عادية لهم هي التجارة التحهم المهنة التحهم التانية هي تجارة المخديرات وتجاهها هي والجزائر بابخص الاتمان اذا هذيك الحملة اللي كانت كنا نشاهده احنا في تليفزيون في بنشرات الاخبارية كل يوم يحكموا سيارة شاحنة سيارة شاحنة مخديرات بالأطنان الاخبار اللي يشفع لهذه السنوات هذه مدة عشر او عشر سنين كانت الاخبار كل يوم كل يوم تصلون الاخبار عن حكموا جماعة عرام دخل وسط في مكان ثم في تلمسان ثم في مغنية ثم في تلمسان ثم في مغنية يعني كانت حرب حرب غير معلانة حرب غير تقليدية بالاستعمال المخديرات ثم الفكرة جات من السلطات الجزائرية ومنهم من الجيش الجزائري قرروا يبنيوا خندق على طول الحدود بين الجزائر بين اه من محل قبيل المتوسط الى الحدود الجانوبية على طول الحدود مع المغرب فبعد ما بناءوا الطرنشي هذا كنتاع الخندق ذلك تعرضوا ثلث امطار وغمقوا ثلث امطار حبست مباشرة يعني تم حبست التهريب المخديرات من المغرب الى الجزائر حبست 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 لكن عاود انتاشر من الجهة الجنوبية من جهة بشار وهذه الجواية بشار وتهندوف ومنه في الجهة الحدود الجنوبية عاود بداية ظهر تهريب المخديرات لكن كان صعيب الحال من هذه الجهة وكانت انتشار الجيش الجزائري على الحدود يعني اتى على هذه الافان تاع الانتشار تاع المخديرات من الحدود الجنوبية اما الان يعني في هذا العام او عامين الاخيرين تغيرت المنهجية تاع المخزن توجه الجزائر اصبحت الحرب الان اصبحت الحرب اعلامية حرب الالكترونية كونه جيش 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 انا راني يدركها مدة عامين ونص وانا راني في في اليوتيوب لاحظت لاحظت ان وجود جيش الكتروني مخزاني ينشط اه بصيفة منتظمة اربع واشن ساعة اربع واشن ساعة ويعني جيش مهيكل جيش يعني جيش جيش تاع الصح اه يستعمل كل تقنيات تاع البروباغوند ونشر الاكاديب يعني على نطاق واسع وخاصة ان استعملوا الوسائل متطورة في في نشر الاكاديب والمعلومات والوصل الى الى واقع اه تواصل اجتماعي بطريقة اه جدا متطورة اصبحت لديهم اه ايدي طويلة في داخل الشبكة العنكبوتية وهذا يعني ولو يخدموا بمساعدة اه اطراف اخرى اصبحت اه لديها تكنولوجيا كبيرة في هذا الميدان ونلاحظ يعني انتشار القنوات الملكية المخزانية التي تتكلم اختصاصها واتكلهم على الجزائر اختصاصها يعني بروباغندا لا متيلة لها اذن اه جزائر اه 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 ما لا ما يجب عليها الان هو لازم السلاح نطور احناك في الجزائر لازم نطور اسلحة الكترونية ونطور من نظام الالكترونيين تعنا ولازم تكون عندنا نظام اللي يواجه هذا الهجم الالكترونيين تع المخزن والسلام عليكم اشتركوا في القناة